اشتركوا في القناة من الزوايا وهاي الزوايا شوي تخربطت باقتراناتها او بزواياها فعشان هيك بدها تركيز اكثر ويعني تدقيقوا في كل الاثار لانو الاثار بتاثر على كل الابراج وهي بتفسر كثير من الاشياء اللي بتمروا فيها بالوقت الحالي بالنسبة للزوايا الفلكية انا لما بذكر الزوايا تأثيرها على جميع الابراج عشان الكل يكون عارف وهي اهم تأثيراتها من تأثيرات التوقعات اللي انا بذكرها فالاشخاص اللي بروحوا باسمعوا التوقعات وبنسوا الزوايا يعني هم تقريبا اهملوا خمسين في المية من التوقعات وفي نفس اللحظة اللي بيجي بقول ما انطبقت عليه لو راجع الزوايا بيلاقيها انطبقت عليه اثنين لما بنيجي منحكي احنا عن البيوت او عن المنازل الفلكية ما انا بشرحها يعني مثلا الان احنا في منزلة سعد السعود وهي منزلة لتوطيد العلاقات بقول توطيد العلاقات وتحسينها ولازم اني اشرح يعني خلص توطيد العلاقات معروفة بعمل ما هي مناسبة للحرية يعني واحد مسجون انت حابب انك تقدم له عفو او تلتمس له شيء لعملية اخراجه او تتكفله برضو ممتازة للربح للمشاريع للتجارة للامور هاي لا امور التفريق لاللي بده يرفع قضية الطلاق او امور من هذا النوع يعني انا بحكي الكلمة ولكن الكلمة ذات معاني فانت يعني مش ضروري اني انا اخلل الحلقة ساعة ونص احنا عن نص ساعة والناس بتقول لك بتبرم كثير وبالطول كثير وبتحكي كثير اذا بدي اشرح كل اشي بعلم الفلك انا على اليوم هذا يعني اه تاخد وقت طويل 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 كثير يعني طويل لا انا ولا يعني انا بتحمل وش كيف انتو طيب خلينا نبلش بالترتيب زي ما حكينا عشان ما نخربط الكل زي ما حكينا احنا الان في منزلة ساعة السعود وهي لموعد بث الحلقة لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق ورح يمكث فيها القمر لغاية الساعة خمسة وتسعة واربعين دقيقة من مساء اليوم الاربعة عشر احد عشر بتوقيت جرينيتش لينتقل القمر بعدها لمنزلة ساعة دل اخبية وهي للحماية والضرر والظفر والعقد طبعا القمر الان هو موجود موعد بث الحلقة هو في الجدي لانه كمان شوي بدو صير في عنا خلوم مسار وتأثير القمر لما بكون في برج الجدي على جميع الابراج انه بالفترة هاي منعود لطبيعتنا الجدي منحاول انجاز عمل متراكم منجد انه الامور ما بتزير معنا بسهولة ممكن يسيطر علينا روح التشاؤم او على البعض منا علينا الاجتهاد اكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد او شراء تحفي اثرية او البدء بحمية او تجديد تأمين او عمل تأمين الو علاقة بالصحة او بالسيارة او تأمين شخصي مثلا في زاوية احنا ذكرناها يوم امس راح نذكرها اليوم لانها هي بعد بث الحلقة بتتكون اي او بتتشكل هي زاوية اقتران ايجابية بين القمر وبين بلوتو هاي راح تكون الساعة خمسة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الاردن الساعة سبعة وخمسين دقيقة اه مساء بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة طبعا بعد هاي زاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار هذا راح يبدأ من الساعة خمسة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى بكرة يعني حتى يوم الاربعاء حتى تمام الساعة ثلاثة وثلاث دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش يعني خمسة وخمس دقائق او خمسة وثلاث دقائق عشان كون دقيقين بتوقيت الاردن صباحا هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار القمر ساعة ثلاثة وثلاث دقائق فجرا او صباحا بتوقيت جرينيتش بيكون انتقل واستقر في برج الدلو عشان هيك التأثيرات بتبلش من بعد منتصف الليل تتغير نفسيتنا شوي وبنصير نشعر بحاجة ماسة للتغيير لان الروتين لما القمر بدخل على الدلو بصير عدو هاي الوضعية او عدونا منكون ودودين اكثر ومننشط اجتماعيا منرغب بالانضمام لنادي او مجموعة من الرفاق وتجربة اسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي اكثر من انه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وادخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا او شراء جهاز الكتروني تلفزيون مثلا ادوات يعني الها علاقة بالالكترونيات وتجربة طعام جديد بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل اليوم طبعا مجموعة زوايا بطيئة كنا بالأيام الماضية حكينا عنها ولكن اليوم هي ذروتها فعشان هيك اول زاوية رح تتشكل هي زاوية اقتران سلبية هي من المفروض زاوية اقتران ايجابية بين عطارد والمريخ ولكن نحوسة عطارد ونحوسة المريخ خلت الزاوية هاي تصير سلبية مش ايجابية وهاي زاوية رح تكون في تمام ساعة 12 و 56 دقيقة بعد الظهر بيصير اوجها طبعا هي الها تأثير من يوم امس ولكن انه رح تستمر كمان معنا لغاية كمان يومين فهاي تأثيرات هالزاوية انه بيسود شعور بضيق الصدر ما بنتقبل النقد وممكن انثور بشكل مبالغ فيه في وجه اي شخص ممكن ينتقدنا او يعطي علينا ملاحظة خصوصا بخصوص تصرفاتنا او افكارنا او تحركاتنا او افعالنا وبتكون ردة الفعل عنا بكشف عيوبه واخطاءه اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تربيع سلبية وهاي رح تكون بين القمر وبين المريخ رح تكون في تمام الساعة 3 و 54 دقيقة بعد العصر طبعا تأثيرها من ساعات الصباح لغاية منتصف الليل كل الزاوية تأثيرها طيلة اليوم فهي زاوية بتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في اي مسعى منقوم فيه يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بهاي الفترة ممكن يعني باي مواجهة معه يثور ثورة عارمة من الغضب او يكون منفعل زيادة عن اللزوم اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين عطارد وهي رح تكون في تمام الساعة 4 و 7 دقائق بعد العصر بتوقيت جرينج بعض الاشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي طبع اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية اقتران سلبية رح تكون بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون في تمام الساعة 4 و 14 دقيقة بعد العصر من واجه مصاعب وعرقيل بتطلب منا ان نبدو الجهد لنتغلب عليها بانفسنا وطبعا هنا ما لازم نعتمد على الحضوض نهائيا اليوم فعشان هيك بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب الى الماضي بدل من مواجهة الحاضر اما بالنسبة للزاوية البطيئة الاخرى اللي برضو لها تأثيرات تقريبا يومين ورح تستمر كمان يومين قادمات هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين عطارد وبين زحل وهاي رح تكون في تمام الساعة 5 و 3 دقائق مساء بتوقيت جرينج وهاي زاوية بتسبب التعب والقلق والحذر والميل للكآبة وبتحد من الخيال ويعني شوي بتخلينا مش مركزين وبتجعلنا شوي شاردين الذهن متقلبين وهاي زاوية عادة بتعرض للإرهاق وممكن توصل لمرحلة الضرر بالصحة عشان هيك يعني لازم انه تبعدوا عن الوسواس والخيال السلبي وما في داعي انك انت تقعد تشكي أو تكشف أسرارك للأشخاص اللي حواليك لأنه في هاي اللحظة بتصير سلبية أكبر ممكن تنكشف عيوبك بالفترة القادمة أو يستغل هذا الشيء ضدك أما بالنسبة للزاوية الأخيرة واللي كنا منذكرها برضو من أيام وشفنا أثارها في بعض الدول أوجها هي بتوقيت جرينج يعني عند منتصف الليل ولكن هي بتوقيت الأردن بعد منتصف الليل من يوم الغد هاي الزاوية زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين زحل ورح تكون في تمام الساعة 11 و13 دقيقة مساء بتوقيت جرينج يعني بتوقيت الأردن بعد منتصف الليل هاي الزاوية عادة رح تستمر كمان لسه ثلاث أو أربع أيام قادمات عادة بعد الزاوية هاي بتبلش اللي هي حالات العنف الزائد فبتزداد المواجهات والمشاحنات وأعمال العنف اللي بتخلف مشاكل عديدة وكمان بتزيد من العصبية وعليه لازم أنه نتمالك أعصابنا وضبط أنفسنا وخصوصا عند التعامل مع الغير ولازم نتجنب المواجهة بيتفاقم أي شعور بالملل وبيتحول لامتعاض وشكوي ونوع من أنواع الاكتئاب الداخلي بينعكس على علاقاتنا مع الآخرين بالنسبة للوضع الصحي الأعضاء اللي بتتعرض دائما للتعب أو بتكون أكثر حساسية واللي لازم نموفر لها عناية أكثر بالفترة هاي هي اللي هي سمانة الساق بطة الرجل بمعنى آخر الكاحل الساق وتر العرقوب اللي هو الوتر هذا اللي آخر الرجل من تحت عضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية طبعا الأشخاص اللي عندهم نقص بالمغنيسيوم هذولا بدهم يديروا بالهم من اللي هي شد العضل والأمور اللي بتتعلق في هذا الموضوع طبعا هاي الأعضاء لازم أن نراعيها ندير بالنا من إصابتها أو من آلام فيها ولا ينصح لإجراء عمليات في هاي الأعضاء خلال هذا اليوم ولكن باقي الجسم يعني يوصى بإجراء عمليات جراحية ما في أي مشاكل للعملات الجراحية دون الأشياء اللي إحنا ذكرناها وبرضو مش في أوقات خلو المسار يعني اللي ذكرناها اللي هي من بعد بث الحلقة لغاية الساعة ثلاثة صباحا بتوقيت جرينج بعد هيك العمليات الجراحية بيكون وقتها ممتاز أما بالنسبة لعمليات التجميل طبعا مع كم الزوايا السلبية هاي في كثير ناس رح يقولوا لا تصلح عمليات التجميل ولا العمليات الجراحية لا هي تصلح ليش لأنه اليوم في بدء تشكل زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين الشمس وبين نبتن وهاي بتكون بأوجها يوم 12-11 فعشان هيك هاي بتعطي قدرة على تحسين القدرات الفنية والجمالية والتركيز والجراءة بالعمليات الجراحية فهي العملية تحديدا العمليات اللي إلها عمليات التجميل مثل الحقن والجراحة مناسبة جدا إزالة الشعر الزائد غير مناسبة تصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولا تصلح للقص العلاجي بالنسبة لمطعوم كورونا طبعا اليوم مناسب ولكن الأعراض الجانبية مثل الحرارة أو التعب أو الوهن أو اللي هي تحسوا أن عضلاتكم ما بتحملكوا أو حابين تناموا وترتاحوا هاي اللي رح تكون واضحة أكثر فعشان هيك زي ما بنذكر كل يوم اللي هو البرستامول البنادول حبتين كل ست ساعات لمدة ثلاث أيام وبرضو للي ما بيأخذوا أسبرين يأخذوا أسبرين لمدة ثلاث أيام اللي هو كموميع بالنسبة للقمر بما أنه رح يكون في برج الدلو كله المسار القادم رح يكون يوم الخميس يوم 11-11 بيبدأ في تمام الساعة 7-51 دقيقة مساء وبيستمر حتى اليوم التالي أي صباح يوم الجمعة حتى تمام الساعة 7-53 دقيقة صباحا لينتقل القمر بعدها لبرج الحوت أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع ست أيام في تمام الساعة 9-53 دقيقة صباحا بيصير سبع أيام نسبة الإضاءة 38% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22-11 منتحسي بنسبة 10% القمر في الجدي وبدأ ينتقل للدلو رح يضل في برج الدلو لغاية يوم 12-11 منتحس بنسبة 75% ولكن في ساعات الظهر بارتفع نحوسه لـ 100% عطارد في العقرب حتى يوم 24-11 منتحس بنسبة 65% الزهرة في الجدي حتى يوم 19-12 سعيد بنسبة 60% المريخ في العقرب حتى يوم 13-12 منتحس بنسبة 40% المشتري في الدلو حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجح حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجح حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% بلوتون في الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم بدكوا تركزوا بشكل كامل على سمعتكم اليوم بدكوا تحافظوا على سمعتكم وعلى مصالحكم القائمة في مجال العمل من الآن ولغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح القمر رح ينتقل لبيت الأصدقاء فعشان هيك اليوم ابتلتقوا لأصدقاء حاولوا تصحيح العلاقات المتردية حاول إنك ما تبقى وحيد فهي فترة ناشطة وواعدة دراسيا أو مهنيا أو عائليا وبتكثر عندكم الاتصالات والموعيد ولكن الأهم إنه بدك تحافظ على سمعتك لأنه أول إشي الجو والضغط اللي رح يكون من الزوايا إلو تأثير بالسمعة وإلو تأثير أيضا على بيتك الثامنة اللي هي الأموال المشتركة فعشان هيك بدك تدير بالك من النقطين هدولا الأمور المالية وأمور السمعة والعمل برج الثور بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وحلاقتكم مع الأجانب لغاية ساعات الصباح ولكن في ساعات الصباح بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهمش إنك ما ترتجل المواقف والتصاريح عشان ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم بتضغط عليك المسؤوليات وممكن تواجه أمر صعب ومعقد فعشان هيك بدك تلتزم بمسؤوليتك لأن الفترة زي ما حكينا فيها نوع من أنواع الضغط أهم النقاط اللي بدك تنتبهلها علاقتك مع الشريك أو الشريك المال أو العاطفة لأنه هي ضغطها رح يكون عليها من الزوايا اللي ذكرناها وفي نفس الوقت الأمور اللي إلها علاقة بالسمعة بدك تحافظ على سمعتك قدر الإمكان وحاول أنك ما تخوض أي شيء ممكن يدخلك تحت دائرة علامة التعجب والسؤال برج الجوزة بتنهمكوا في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة ولكن اليوم بتكو تخففوا من النفقات أما في ساعات الصباح بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات وثم لقاء أو فرصة تفتح أمامك أبواب إلها علاقة بالسفر، التسويق، النشر، الدراسات العليا وبتفرح لانتصار أو لرحلة أو للمشاركة للمشاركة ناجحة في عيامك أهم شيء أنك تتحرك على مختلف الأصعاد النقاط اللي رح تنتبه لها اليوم أو اللي من نبهك منها أكثر شيء هي الأمور اللي إلها علاقة ببيتك السادس الأمور اللي إلها علاقة بعملك صحتك، علاقتك بزملائك دير بالك من أي إشي له علاقة بالمشاكل وما تهمل صحتك نهائيا وبرضو إذا كان عندك سفر أو تنقل على الطرق المفتوحة بدك تنتبه وتكون حذر جدا يعني ما في داعي للمغامرة والمجازفة اليوم بدك تتفقد سيارتك بشكل جيد إذا عندك امتحان أو مقابلة بدك تدرس وتستعد برضو بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض برج السرطان بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم بتظل الأجواء الرومانسية مشجعة حتى ساعات الصباح من ساعات الصباح بتعيدوا ضبط ميزانيتكم حاولوا أنكم تدخلوا تعديل على نمط حياتكم لتتماشى مع التقدم والتطور في محيطك بيطمئن بالك وبتفرح للتطور لأنها فترة جيدة وخصوصا لتصحيح الأخطاء ولتكرار المحاولات السابقة ولكن النقاط اللي بدك تنتبهلها اليوم أول إشي بيتك الخامس اللي له علاقة مباشرة بأمور العاطفة وعلاقتك مع الأحبة أو الأبناء والأمور اللي ممكن تبالغ فيها بملذاتك هاي بدك تنتبهلها بشكل كبير ما تعتمد على الحضوض نهائيا خلال هذا اليوم وبالمقابل عندك أنت اللي هو بيتك الثامن بيت الأموال المشتركة عشان هيك بدك تنتبه لميزانيتك وأموالك جد ما تقدر ما تكفل حد ما تضمن حد وما تفتح مواضيع قديمة ممكن إنها تعكر صفو حياتك برج الأسد أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون إهمال صحتكم أما في ساعات الصباح بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم فبما إنه في البيت السابع يعني مقابلك تماما فمعناته بدك تحافظ على هدوءك لا ترتجل لا توجه كلام لا توجه ملاحظات لأنه خصمك بالفترة هاي بكون قوي وما بيرحم وثاني إشي الزوايا اللي بتتشكل كلها إلها علاقة في بيت الشراكة فعشان هيك الفترة هاي بدك تحافظ على هدوءك وهدوء أعصابك وحاول إنك ما تكون عدائي وخصوصا مع شركاء المال والعاطفة وبرضه بالمقابل على مستوى البيت اللي هي المسائل العائلية فممكن تظهر بعض الأعطال أو الاهتمامات أو المشاكل العائلية اللي شوي تلفت انتباهك وتكون بحاجة لااهتمام أكثر منك فهاي الفترة البيت والشركاء هم نقطة اهتمامك برج العذرة ابترغبوا اليوم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم لغاية ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح بيتراكم العمل عندكم فعشان هيك حولونك ما تهملوا صحتكم حذروا من التعب الصحي أو الجسدي اللي ممكن يمنعكم من أذاء الواجبات اليومية كما يجب ابتظهر مسائل عائلية أو شخصية طارئة أو شعور بنوع من أنواع التوتر وبما أن الزوايا كلها اللي ذكرناها راح تكون في البيت السادس لإلك فعشان هيك ما نقول لك بدك تدير بالك على صحتك بشكل كبير وبدك تنتبه على الأمور اللي إلها علاقة بالعمل وعلاقتك بزملائك بالعمل بشكل أوضح الصحة هي أهم النقاط اللي لازم تركز عليها طبعا في العمر الثاني أنه أثناء تنقلاتك وأثناء نقاشاتك وحواراتك بدك تكون واضح بالكلام ما توجه انتقاد ما ترتجر الأمور بدك تحضر بشكل جيد لأي موضوع وخصوصا إذا كان امتحان إذا كان عندك تنقلات بالسيارة بدك تتفقد سيارتك وحاول أنك ما تتهور وما تجازف اليوم ما في داعي للمغامرات برج الميزان بتظل الأمور البيتية والعائلية بتشغل فكركم طبعا هذا الأمر والتركيز ولا رح يظل لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم ممكن اليوم تفرح لانفراج ملموس وترتفع فرص النجاح وتشتد عزيمتك وتقوم بخطوة مباركة ممكن اليوم تتلقى إشارة إيجابية وهاي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف ولكن المشكلة أنه الحلو ما بيكمل لأنه أول إشي الزوايا اللي رح تتشكل اليوم إلها علاقة في هذا البيت وبيتك الخامس فعشان هيك بدك تدير بالك اليوم من أي سوء تفاهم ما بينك وبين الأحبة أو بينك وبين أحد الأبناء حاول اليوم ما تترك لخيالك أنه يشطح فيك بالوساوس أو بالشكوك وفي نفس اللحظة لا تفرض سلطتك على الأحبة ممكن اليوم يكون لك اهتمام بأحد الوالدين أما البيت الثاني اللي بدك تهتم فيه له بيت الأموال فعشان هيك بدك تنتبه لأمورك المالية من بعض المصاريف اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ وانتبهوا على أموالكم من المحتالين أو من السرقة والضياع ممكن اليوم يعني بعض الأمور المالية هي اللي تشغل فكرك بشكل مفاجئ برج العطرب بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار اليوم أما في ساعات الصباح بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية فعشان هيك بدك تلطفوا الأجواء العائلية الضاغطة لأنه شوي ممكن تثير اضطرابك وامتعاضك فحاول أنك ما تخالف القوانين ويحترم المواعيد والتزاماتك المهنية وحاول أنك تهتم بعائلتك طبعا بالنسبة للزوايا اللي ذكرناها في بداية الحلقة تأثيرها على أمرين على المستوى الشخصي عندك والنفسي والصحي وهي أهم النقاط اللي بدك تركز عليها بدك تهتم فيها تشحن حالك بطاقة تبعد عن الأجواء السلبية ما تتحسس من أي تصرف وفي نفس اللحظة امسك حالك من ردات الفعل اللي ممكن شوي اللي قبالك ما يتحملها هاي نقطة النقطة الثانية اللي هو البيت اللي له علاقة في بيتك الرابع أهم إشي إنه دير بالك من المشاكل العائلية والأحداث والأخطاء اللي ممكن تصير في المنزل ممكن أعطال ممكن اهتمام بمسألة عائلية أو حتى أجواء تكون ضاغطة يعني تظهر ظروف ضاغطة بالنسبة لإلك أو تشعر بالإرهاق والتعب من كثرة الأعباء اللي ممكن تتراكب عليك فعشان هيك بدك تنتبه من هاي النقاط برج القوس طبعا الأجواء من الآن لغاية ساعات الصباح بتحمل فرص لمكسب مالي ولكن من جهة أخرى في نفقات ومن ساعات الصباح بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وهي فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولإسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل وتتحرك بفعالية كبيرة وتقوم باتصالات واسعة بتسهر عن اتفاق ومصالحة ولكن بدك تنتبه من مسألتين بيت المتاعب أو الإشي من أشخاص بتأمر عليك بالخفاء أو أمور ممكن تضغط عليك من ناحية صحية أو مؤسسات كبيرة يعني إشي العلاقة بمستشفى العلاقة بسجن هذه الأشياء اللي ممكن تضغط عليك خلال اليوم وبكرة فعشانك بدك تنتبه عليها بشكل كبير واثنين الأمور أثناء تنقلاتك لا تجازف لا تغامر لا تتهور فقد سيارتك إذا عندك امتحان أو مقابلة بدك تدرس وتستعد بشكل جيد وحاول أنك تكون واضح بكلامك وابعد عن الحدية أثناء الحوارات برج الجدي طبعاً أنتو اليوم عندكو نشاط وقادرين أو قادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم طبعاً الطاقة عالية جداً بسبب أنه القمر موجود عندك وبدو ينتقل من عندك كمان يروح على الأمور اللي إلها علاقة بالبيت المال من ساعات الصباح طبعاً بتعيد وتنظيم أموركم أو ميزانيتكم أو بتنظم ميزانيتك أهم الشيء أنك ما تغامر بأموالك هاي فترة حذرة مالياً ومعنوياً فما تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة أنت بحاجة لكل التعاطف والتضامن طبعاً النقطين اللي رح نبهلها اللي هو أول شيء بيت العلاقات الاجتماعية وعلاقتك بأصدقائك اللي أنت اليوم لازم تكون حذر جداً أثناء تعاملك مع أصدقائك ما في داعي لفرض الرأي أو التحكم فيهم أو مواجهتهم أو عتابهم لأنه ضغط كله جاي من عندك عليهم فعشان هيك حاول قدر الإمكان أنك تكون مسايس بمعنى آخر أو تمشي الأمور ما في داعي أنك تكبرها وتفرض سلطتك أما بالنسبة للموضوع الثاني لغابة المال دير بالك على أموالك من السرقة من الضياع من المحتالين من المصاريف اللي ما إلها داعي وبرضو انتبه على ميزانيتك وعلى دفعاتك بشكل جيد ممكن تظهر بعض الأمور المالية أو المصاريف اليوم اللي بتيجي بشكل مفاجئ منها ممكن علاجي أو استشفائي أو حتى مصاريف غير متوقعة برج الدلو ما زال التعب مسيطر عليكم من الآن لغاية ساعات الصباح فعشان هيك يكون الضغط هذا يخليكم تفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم من ساعات الصباح بتستعيدوا نشاطكم حيويتكم بتستعيد حماستك عزيمتك بتمارس جاذبية لا تضاها ممكن اليوم تبدأ بمشروع أو خطة جديدة وممكن تمتلك طاقة كافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالي اليوم بيحمل لك خبر سار إذا انتبهت للتحذيرات والتنبيهات اللي أنا بعطيك إياها طبعا بالنسبة لأمر الزاوية الزواية اللي حكينا عنها اللي رح تتشكل واللي رح تكون أول إشي في بيت السمعة فبدك تحافظ على سمعتك ما في داعي للمغامرة ولا المجازفة ولا حتى للمواجهات ما بينك وبين المسؤولين أو رؤسائك بالعمل وفي نفس اللحظة بدك تنتبه يعني على سمعتك بكل معانيها وفي نفس اللحظة بما أنه الزواية أنت عندك رح تكون فأهم النقاط اللي بدك تنتبه عليها ردات فعلك وعصبيتك وقراراتك وصحتك برج الحوت بتنشطوا بين الأصدقاء لغاية ساعات الصباح بعدين من ساعات الصباح بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم بتكون تتجنبوا اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة لأنها هاي فترة فارغة وفاشلة بتكون تحذروا من الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة لأنه ممكن تخيب آمالك أو تتأخر أعمالك طبعا أهم النقاط إنه أول إشي القمر اللي الآن موجود في بيت المتاعب أو بده ينتقل على بيت المتاعب وكل الزوايا اللي رح تتشكل رح تتشكل وارضوا في بيت متاعبك عشان هيك بدك تحذر من أشخاص وممكن يتآمروا عليك بالخفاء أو أشخاص ممكن يستغلوك أو إشي له علاقة بالمؤسسات الكبيرة اللي هي المستشفيات أو السجون أو الشركات الكبيرة الدولية هذول النقاط اليوم رح يكون عليها تركيز أكثر الأهم إنك تنتبه على صحتك وبرضو المسألة الثانية إذا كان عندك سفر أو عندك تنقلات أو عندك أمور العلاقة بالدراسة أو الامتحانات أو القضايا القضائية اليوم بدك تهتم بكل تفصيلة فيها يعني بدك تتفقد سيارتك تذكرتك أغراضك أوراقك موعد الطيارة إذا عندك امتحان دك تدرس وتستعد لأنه ممكن تتفاجأ ما تعتمد على الحضوض نهائيا خلال هذا اليوم لأنه هذول البيتين يعتبر من أقوى البيوت بالنسبة لك وتأثيرهم رح يكون قوي عليك هيك منكون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم بحب أشكر كل الأشخاص اللي هو الإشي بيشاركوا في القناة واللي دائما موجودين وما بتغيبوا طبعا الأشخاص اللي بتغيبوا احنا منقلق عليهم فمنحب نطمئن عليهم يكتبونا شو سبب تغيبهم إذا بإمكانهم يكتبوه أو مش مبرر أو تحقيق ولكن عشان أنه ما تكون أمور إلها علاقة بالصحة أو بشيء ممكن نقدر نساعد في إيش ما كان يكون وبشكر الأشخاص اللي منتسبين في القناة والأشخاص اللي بدعموا القناة من وراء الكواليس كل الاحترام والتقدير لكم جميعا هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة